أهلا وسهلا بحضراتكم إسلام إبراهيم اسم اسم يعني البهجة لما تشوفه وتفرح وتحس إنه بممثل تلقائي جدا وتحس إنه حابب الشغلانة رغم إنه خديج لغة عربية خديج لغة العربية ببقوا مكالكعين شوية فتتوقع إنه حيروح المصرح القومي ومصرح الطليعة ومثل الشيكسبير وحاجات كده لكن نعرف تاريخه جاي من حتة تانية خالص للتمثيل ابتدى تمثيل تقريبا من عشر سنين والفضل لأبناء جيله مش بس إسلام إبراهيم عدد كبير جدا كان الفضل في اكتشافهم للمخرج الموهوب خالد جلال خالد جلال من الناس اللي عندها عين حلوة قوي واللي يبتدي ويتدرب على إيد خالد جلال يعني إنت قدام موهبة أغلب المواهب اللي انت شايفين دي عدت على خالد جلال أهلا وسهلا أهلا بك أستاذ خيري ومبسوط إن أنا معك النهاردة ده انت منورني أنا بحب فيك كده إن أنت قريب من الناس وعندك أسلوب كده قربنا يا خليه يعني من الناس آه لا من الناس هنجي منين يعني بتتابع كرة لا هو أنا مليش في الكرة خالص بس يا رب مصر تكسب النهاردة لأنني دي حاجة يعني مليش في كرة خالص خالص من صغرات ما كنتش بتلعب في الشارع لا والله أنا لسه كنت بقول لهم كان عندي فيلم والمفروض كله بيتكلم عن الكرة فأنا حسيت كده إنها هبقى فيك لأن أنا مش فهم أي حاجة في الكرة ما بفهمش أي حاجة الدرجات دي ما فيش طفل ما بفهمش الفاول من الناس بلدك دومياط أنا من دومياط آه ونشئتك كان في دومياط آه ما لعبتش كرة في الشارع لا كنت بلعب حاجات تانية بقى كهرباء وستغمية وحاجات ذات كهرباء وارسم وفي المزرح بتاع المدرسة آه لكن كرة ما عليش فهم ما لكش فيها الخالص باين باين لا مش شرط اللي بيبطلوا كرة بيتخانوا عادي يعني انت كنت خجول وانت زغير لا مش خجول بس يعني مش شئ يعني كنت طفل زكي كده آه متكلم بس مش كسير الحركة لما جيت أقرأ عنك عرفت إن ألقتك بخلاتك وطبيعة البيت آه ده حقيقي أثرت في شخصيتك ده حقيقي آه بص معظم الكوميديانات هتلاقي حد في العيلة القريبة آه دمه خفيف لأن هي الكوميديا طريق التفكير معينة أنت دايماً بيبقى عندك خيالات معينة جدا غير غير الشخص العادي بتشوف المواقف بشكل مختلف آه فهما كانوا شاطرين في دي بطبعتهم بس هما يعني مش بيفكروا في التمثيل عاوزين يمثله آه فممكن أكون خدت منهم خفة الدم والدي برضو دمه خفيف قوي والدي يعني تقعد معاه آه ما تبطلش دحك إفهات وحاجات كده إفهات وآه يعني وفي مواقف ما ينفعش فيها آه من كده خالص يعني ما بتفرقش معاه ما بتفرقش معاه أي حاجة وخلاتك كانوا بينقلوا لك فكرة الثقافة العائلية المجتمعية دي بقى بالعادات والتقاليد فخدت ملامح منهم بالزبط ده حقيقي ده في برنامجك أقوى أم في مصر كنت بتستفيد بده جدا جدا يعني أنا عايز أقول لك إن المجهود اللي كان بتبزل في البرنامج ده وراء الكواليس أكتر من اللي على الشاشة طبعا لأنه ده أخر حاجة بالزبط ده ناس طبعية فممكن مثلا لو حد عمل ستوب في الستوديو وزع هم يتوتروا فيفقدوا الحاجة الحلوة اللي عندهم فأنا طول الوقت كنت عاد ألف عليهم في القوض ونهزر مع بعض وراء الكواليس وقعد أهزر معهم حتى في القف عشان هم يبقوا طبعين زي ما هم لأن هم كانوا بيبقوا الحلقة يعني لو هم مش منطلقين الحلقة هيبقى دمها تقيل فكرتيني بأكرم حسني لما ابتدى صديقنا الجميل ابتدى بأبو حفيظة طبعا وظل سنوات وكانت هي المفتاح للشخصية واللي اتنقل منها للتمثيل انت ما كملتش في أخوة أمه في مصر لرغم أنه كان عامل جاذبية هل ما حبيتش تقع أسير هذه الشخصية ولا خفت أنها هتأثر عليك في مستقبلك في التمثيل هو أنا ما كنتش فيها شخصية وأنا كنت مقدم برامج يعني هو برنامج مسابقات وأنا مقدم برامج عادي بس أنا كان عندي التالنت بتاعت أن أنا أعرف أنكوش الستات اللي في المرحلة العمرية دي اللي هم الأمهات كنت أنا بقى قوم بدور الإبن الشائي يعني مع كذا أم كل حلقة فيها تلات أمهات عملنا تلاتة سيزن ونجحوا جدا بس بعد كده يعني الشركة المنتجة آه ما عملتش مش انتة يعني آه سيزونات تانية وجيه منتج فعلا وكان عايز يعمل ده بره الموضوع فما نفعش يعني لأن الفكرة لكن لو عرضت عليك تانية تعملها ولا مش هتجرب التجربة دي تانية آه طبعا وجاء لي برامج بعدها يعني الحمد لله أنا يعني نجحت كمقدم برامج بس أنا أنا ملقتش نفسي في البرامج اللي هي آه الحوارية آه لأ أنا عايز أعمل برنامج كوميدي تمثيلي زي بالضبط آه زي اسن ال اللي عايز أعمل برنامج يبقى فيه فكرة ومسابقات وحاجة فيه دراما جواه آه تبقى قريبا من شخصيتي أكتر آه إنما الحاجات الحوارية دي إليها ناس أسدزيتها طبعا شخصيتك ظهرت متأخلي يعني أنت بتحب التمثيل فيك شخصية الممثل ومع ذلك اتخرجت من لغة عربية آه اشتغلت على تعليم آه الأطفال في التخاطب وبتاعه وقمت بدروعات سنين فيه كانت مرحلة مهمة في حياتك آه أنا بشوف أن الممثل أي خبرة بتعدي عليه مهما كانت مختلفة عن التمثيل هي بتصب في التمثيل آه لأن الممثل عبارة عن مخزون فعالي فكل مهنة أنا اشتغلتها أو كل خبرة أنا أخدتها فدتني في التمثيل بعد كده بس أنا لأن آهلي بقعد كل البعد عن آه عن الوسط الفني وهو بالنسبة لهم وسط مجهول فهما ما كانوش حابين إن أنا أدخل وأنا في نفس الوقت بحب أمي وأبويا يعني حب شديد جدا وما عنديش القدرة إن أنا أعمل حاجة غصبا عنهم فاستنيت لما وكمان أنا أعمل محافظة تانية فاستنيت لما أنقل شغلي للقاهرة وأقدر أعمل ده وأنا كسبان رضاهم وأبدأ أتحرك هما كانوا رفضين تماما 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 يعني لدرجة يعني إمتى غيروا فكرتهم أو فرحوا بيك شافوني في التلفزيون لما بدأوا بقس نقال لي تعرضت في التلفزيون وماما جات لي مركز الإبداع الفني وشافت عرض التخرج بتاعي بدأت بقى تحس لأ يعني عنده الوقت بقى مشهور الناس بتتصور معاه كانت طاعد يا حبيبتي الله يرحمه الله يرحمه كانت طاعد في الأفرح عندها حالة فخر بتدحكني قوي الناس كانت مثلا إحنا فرح نسأر فالناس تيجي تصور مع ماما بتبقى عادة بيحبوه قوي وقال يا سبحان الله هيعطي عشر سنين من عمري بس يلا زيها بعده مهم إن هي راضي عني الله يرحمه بي أهم حاجة الله يرحمه السنة صعبة بالنسبة لك السنة اللي فاتت جدا رحيلها كان مفاجئ لا هو ما كانش مفاجئ لأن ماما تعبانة من أربع سنين عندها ألزهايمر كانت عايشة معاك هنا أو لا بدون يت فترات وفترات يعني كانت بتيجي تقعد معايا هنا في الكهرة بس عشان هم يعني بيبقى معايا الجليسة بتاعتها وكده وأنا بخرج التصوير كتير فلكن عندنا في بيتنا بيت عيلة وأخويا قاعد معاهم في نفس العمارة وكده فبيقدر يخلي باله منهم أكتر يعني الزهايمر بالتجربة ما عندناش وعي بيت مصر زي تتعامل نهائي يعنيتو يعني في جدا بس ماما الحمد لله بفضل ربنا عشان هي كتستة طيبة فاكتشفنا ده في المرحلة الأولى واكتشافه في المرحلة الأولى ده بيبقى سهل جدا لأن انت لما بتاخد الدواء وبتخلي بالك من شوية حاجات طبعا كنت مركب كاميرات في كل البيت عشان نبقى قادرين نحن نشوفهم 24 ساعة ولازم نبقى معاهم حد طول الوقت في البيت لو احنا مش موجودين يبقى في حد بيقوم بالدور ده طبعا اخواتي عندهم شغلهم عندهم حياتهم وطريقة التعامل بقى يعني الموضوع نفسي بشكل كبير زي ان انت طول الوقت ما تحسسهمش بدا يعني عايز اقولك احنا عندنا مشكلة دلوقتي بنعاني منها بسبب ان في وقت معين احنا ما كناش عايزين نضغط عليها يعني نفسيا وما نحسسهش بحاجة فحد ما تضهر على ورق حد ما تضهر على ورق وهي في المرحلة دي في المرحلة الاولى والورق ده كان يعني غلط حاجات خاصة بيها وكده بس في النهاية احنا رضاها عندنا وعرفتوا تحلوها ولا بنحاول لسه الغاية دلوقتي اه لسه الغاية دلوقتي يعني احنا كان سلامها النفسي وصحتها بالنسبة لنا اهم حاجة اهم حاجة طبعا يعني في ستين ده هي اي حاجة صراحة هارجع تاني لماما وبابا بس هستأذنك هتسمع صوت ترد عليه اه اوكي وتقول لي هتعرفه ولا لأ اهلا وسهلا يا فنانة ازاي حضرتك اخبارك ايه الحمد لله يا أستاذ خايري انا فرحانة جدا وانا شايتاكوا قدامي انتو الاثنين على الشاشة ربنا يخليك يا ففا الله عارفك على طوله حبيبة قلبي دي حبيبة قلبي ازاي معرفش يعني حبيبة قلبي يا ففا والله يا مرسي اوي يا حبيبة النجمة الكبيرة وفاق عامر اهلا وسهلا بيكي اهلا بحضرتك اسلام بيقول عليك انك حبيبته دي اخت دا بيكتو دا يعني اختو حبيبته دا حبيبي دا يعني اسلام انا واحدة من جمهوره على فكرة ما شاء الله طبعا واحنا جمهوره كبير فيه تلقائية غريبة تخليك تحبيه بدون ما يعمل حاجة اه تلقائيته اه طبته هو مشغير بيحب كل زملائه عنده انتزام وسلام نفسي غير طبيعي انا لسه سمعه دلوقتي حتى وهو بيتكلم عن السلام النفسي من الوالدة يعني وكده يعني حتى يعني انا مش عايزة اقولك هو طول الوقت مشغول في دوره وبيحاول بقدر المستطاع انه يبروز زملائه يعني دا ما شفتوش مع حب كتير التحت معاجي دا متراجعيني هوا ايه وكان مش عايزة اقولك طبعا بقيادة طبعا مميسر ومحمد سلام يعني دا كان بداية القرب بينكم اه اه جدا لا انا اول مرة قابلته كانت عيادة دكتورة صديقة لي ايه عيادة دكتورة جلدية اه وانت ما تردد عليها وقابلته هناك كان بتعالج من مرض جلدي ولي لا 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 على فكرة فعلا انا عندي اجزيمة عصبية بسطر 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 غير بسطر اولا جلال دي حابتك اساسا مصادقة مشترسة بيننا يعني ايه 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 اه يعني كنا بنروح كده لسطحة يعني بتاعتك جلد طبعا وعلى فكرة كنت لسه يعني لسه بادئ وقتها ويعني قابلتني مقابلة انا بالنسبة لي بقى دي وفاق عامر النجمة الكبيرة اه وانا بقى انا اللي المفوضة اقول لهاك كلام ده وانا بحبك وقلت الست دي جميلة اوي 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 يعني ازاي حد لسه طالع كده او لسه وبتقابله كده بالترحاب ده والتواضع ده يعني شائط الاقدار بقى كان احنا نتقابل في راجعين يا هوا وبعدها في العيلة دي لا انا كسبت صديقة واخت غالية دي لابقوا لنا سر عنه ما دي عرفوش ومش حيقوله لي من نفسه بص هو اولا دماغه حضرة جدا اه وانا بتمنى اشتغل معه مصرح بصراحة اه بص اقولك على هذا يعني هو بسر بسر تاني هو بيحب جدا اكتصوارات الحيوانات دي حالاتي وزي كيف وزي كل المصريين يعني احنا هلت كده يعني مشاء الله ده من ضمن الحاجات فوفا انت عشان قلب الجميل بتشوفي كل الناس اللي حواليكي حلوة يعني دايما الواحد بيشوف الناس من خلال الجواه فانا انا حبيبتي كسبتك صديقة وانتي فنانة كبيرة ومتشكر قوي على تليفونك ده وعلى كلامك الجميل والله انتي عارف انا بحبك قدير يعني انا بقول للمنتجين يا جماعة اسلام ده مكتب ده صحيح ده صحيح بنشكرك جدا فنانك كبيرة وفاق عامل على هدي المداخلة الجميلة اسعدتين ربنا يخليكي تسلم جميلة 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 ويعني من الناس متعندك كلاب في البيت او قطة او حاجات كده لأ انا بحب الكلاب جدا بس لان انا ساعات كتير ببقى يعني قعد لوحدي فما بقى خاف يعني بقى جيب بقى الاصحابي هدايا لكن مش مال البيت كده ولما شوف بقى كلبي في مكان كده تلاقيني الجاد منت كده وقلبت طفله بتحب الكلاب جدا يعني بس مكترة ببحبهم وعارف هم قد ايه بتقصروا يعني خافة يعني انا بحس ان عشان حد يجيب كلب لازم بقى فيه اسرة بحس ان انا مثلا لو مشغول لو انا مسافر او حاجة بحد تاني بيخلي باله منه ان هو عامل زال طفل خالي انت بتسيب طفل عنده طبعا اربع او خمس سنين في البيت لوحده صعب لا 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 شيء مزهج جدا ايه ما تقدرش وقلبك ما يجيبكش والتتخيل النجعان بيعيط اي حاجة تبقى صعبة معاك حق يعني نرجع تاني الموضوع الولد والوالد الحمد لله موجود الولد الحمد لله موجود الصحة جيدة بطبعا بس عشان السن يعني ربنا يخليهم لينا يعني كان عندنا خيار ما بين ان احنا يعني نعمل ده او ان احنا نختار ماما وصحتها وسلامها النفسي وكده بعد كده بقى يا حبيبتي يا دخلت في قصة تانية بدأ الموضوع يتطور بشكل سريع وبدأ يحصل بعد كده الموضوع الكنسر حسيت بيه غير الحزن الحزن ده شيء طبيعي الام تحديدا يعني الاب ليه حالة والام لا حالة فانا لما امي ماتت حسيت ان انا ما عدتش امن في الحياة يعني كنت بحس ان هي اللي حمياني من حير بصلاتها الاقوى بربنا فكنت بتحامى فيها انت الام كانت ايه بالنسبة فقدت الامان بشكل كبير وصراحة كان عندي غضب يعني ساعات الواحد بيبقى حزنه بيترجم لغضب لغضب حبيبتي الله يرحمه الله يرحمه وطبعا كل شيء بقضاء ربنا بس يعني انت ما بتحبش اكتر حد عزيزي عليك في الدنيا او اكتر حد غالي عندك في الدنيا ان انت تشوفه بيتعذب او بيتقلم او يعني بتحصل له حاجة مش لطيفة طبعا فدي من اكتر حاجات يمكن اكتر من الفقد والوفاة والفراء فترة العذاب اللي هي تعذبتها وقت مال حلقت الشنبك ليه؟ انا كنت ربيته عشان دور يعني كنت بعمل في نجيب زي زاركش ايه دور المفروض ان هو بلتاجي وبابا بلتاجي ومش عارف ايه بتاعه فحسيت ان الشنب هيخليني هيقربني من الشخصية اكتر وكان مع قصة الشادي الفخران يعني وطلب مني ان انا قرب الشنب يعني اه بس اه وكان فعلا وقت تصوير المسلسل يعني اه اه كان في المستشفى الصورة دي في المستشفى مستشفى الحكمة اه اه وماما كانت جالها يا حبيبتي جالطة في المخ وكسروا القصص كده الله يرحب اه وكنت باروحل تصوير وارجع على المستشفى كانت يعني امت بتقول فينك يا ماما فينك يا امي في كل لحظة في كل لحظة اه يعني انا انا عندي نفس المنطق بتاع حضرتك كده ان انا بحس ان الدعا بتاعهم لما بيبقوا راضين عنك الحياة بتنور ايه القبول بيزيد لا حصل ارض بيزيد ايه يا راجل وانت ماشي ما بتتكعبلش احنا بنقامل هوا دلوقتي ده حقيقي اه يعني فطول الوقت لما بحس ان في حاجة براية اقوى مني كنت ببقى زي الطفل كده باجري على ماما وبابا ادعولي لما بيدعولي انا بحس بالطمأنينة وبالامان برا مجال التمثيل وفي محافظاتنا انا بدي اهلية حضرتك من دميات جران بتبقى فكرة التمثيل عندنا فكرة صعبة شوية اه وفكرة قبول الشخصية يعني هما عايزينك يشوفوك بشنب دايما عايزينك يشوفوك راجل مش عارف ايه عايزينك كده لما كانوا بيشوفوك بتعمل دور ستة او بتاع كان لحد فيهم بيزعل بابا او ماما اه الموضوع ده عمل زي الملح في الاكل كده اه يعني لسه من شوية فريق السوشيال ميديا عند حضرتك بيليه قلت لينا مش عارف ايه بسوط ستنتينهم لأ اه لما بتعمل ده مثلا جوه برنامج بالكاركتر بالاكسسوار بتاعه بالدراما الناس بتطير بيه وبتحبه وبتتقبله لك لو انا قاعد اتكلم عارك كده مان تومان واتكلمت بشكل فيمنم ما بيبقاش لطيف لا وانا مش بحاجة فانا طول الوقت ربنا مديني الحتة دي يعني ببقى عارف اصبط ده اعمله امتى امتى ارفض العمل ده وحس ان الموضوع فيه رخيص ومش رفضت حاجة كده اه انا انا يعني بص هقولك على حاجة احنا السوق الفني عندنا حفظ مش فاهم اه يعني انا بعد راجعيني هوا جالي مسلا خمس ادوار شر عشان انا عملت الشر بشكل كويس في راجعيني هوا اي لما كنت بعمل اس نال جالي دور ام دور ام يعني للدرجات يا جماعة انا بلعب مش عايز اقول الاعمال لان يعني الاعمال هم فنانات تانيين يعني بس انا 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 في البرنامج بقى بقى عمل اسكتش اي لكن ده فيلم دراما عايدنا مسل دور وابقى ست من قلق ستات بالزبط اللي انت طغيت على ستات والله ايه مش فرص يحب الخفية فرص خير يعني ست امر والله يخليك ده متح ولا زمن انا عزيب انت بسيرك انت لا انت بسير رجالة يا ربنا يكربك امت بتقول نقطة انا عايز اعمل حاجة جديدة حاجة مختلفة وهل عندك حريط القرار ده اه يعني انا عندي دايما في ثقافة الاستغناء يعني ممكن حد في عز ما بتعرض عليه حاجات كتيرة يقول لا خف ارفض لا للناس تبعد لا انا ممكن احس ان لو ده مش هيحقق لي المتعة الفنية او هيقلل من حب الناس ليه او احترامهم وانا محتاج العمل ده جدا ما عملوش عادي جدا اه وعملت ده بعد اسنالي يعني بعد اسنالي انا تعطلت شوية بسبب فكرة اني بختار انت عادت شهور بعديها ما فيه اه اه يعني قعدت لان بيجي لي حاجات انا مش مش لاقي نفسي اسا عندك الرفاهية دي يعني رفاهية العيشة انت جاي من دوميات ساكن هنا و تسمع على نفسك ما هي رفاهية رفاهية العيشة دي انت اللي بتحددها اه يعني فيه حاجة اسمها اكتفاق ذاتي ما انا مش لازم ابقى باركة بعربية مش عاف عاملة ازاي وبعدين اقول اصلا انا مضطر لا ما انت كده مش مضطر اه انت كده اختارت الحاجة معينة لكن انا ممكن اجي على نفسي يعني ابقى قادر اشتري كذا او قادر اخد الفلوس الفنانية من العمل الفلاني واقول لا اه وانا مكتفي باللي عندي هعيش باللي معي بالزبط اه ده مهم عند الفنان انت حياة الفن بتاخدك يعني فيه انطباع عند الناس انا لاني ليه اصدقاء كتير عارفة انها هابة لانطباع خاطئ لكن فيه بعض الفنانين بيحبوا الخروج والصهر والتجمعات وحاجات كده والصفر انت فين فيه انا فاشل في الحاجة فاشل اه انا كائن الكوالة يعني فيها من البندة على الكوالة كده يعني انا لو ما عنديش شغل كناباوي يعني جدا اه لو ما عنديش شغل هتلاقيني قاعد في البيت اما بقر كتاب او بتفرج على حاجة بحبها او صحابي بيجولي او انا بروح لهم البيت بس اه مين صحابك اه لا مش ناس من الوسط الفني اه ما كانش لك صحاب فلوسط الفني اه يعني عندي صدقات ومعارف ومحبة وانما يعني اصدقاء قريبين قاوين نروح لبعض ونيجي لبعض لا مش كتير يعني الناس شافت بعد ميت وش وكان مسلسل مهم جدا الحمد لله علاقتك بمصطفى الشريف الله يرحمه مصطفى الله يرحمه كان قريب منك جدا عرفت انك عملت حاجة انسانية جميلة قوي انك دعيت رسامين للبيت عندك عشان يرسموا بورتريهات المصطفى في الفترة دي انا يعني طبعا موت مصطفى كان خضة هو مش بس يعني زي ما احناك قلت اتخضيت من موت والدتك اكيد اتخضيت بس كان في مراحل تمهيد بتمهد مصطفى احنا كنا بنتكلم معاه بالليل على الفيسبوك لانه تاني يوم حبيبي اتوفى فكان في خضة كبيرة وفي فترة يعني انا كنت قريب من اخواته قريب وكده في فترة هما فعلا كانوا متأثرين نفسيا في مرحلة كده اللي هي لانه لسه ملحكش ما بعد الصدمة شاب بيتفتح ولسه بيتنجم وكان وقفة عرفات وانت عارف طبعا وقفة عرفات الدعا فيه بيبقى مستجاب جدا فانا كنت حابب كانوا بيرسموا فيها اه يعني كنت حابب ان انا اعمل حاجة ان انا يعني اطططب على اهله واخواته ان هما ينبستوا لما بيشوفوها وفي نفس الوقت يعني نستغل اليوم البركة او الفضيل ده ان الناس تدعيلوا وفعلا ده اللي حصل الفيديو اتشاف بملايين وناس كتير جدا دعت لمصطفى ان شاء الله يعني يبقى في ميزان حسناته يا رب وانت بتحس براحة نفسيا ان انت يعني ان انت عملت حاجة لحد بتحب لحد بتحب اه يعني دي حاجة لنفسك هي قلة الاصل بقت كتيرة شوها في الحياة اه 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 جدا وصدمة اتصدم كتير يا لهوي كتير جدا طبعا طبعا في حالات منها كانت ناس قرهبة منك وفجأت يا دي الصدمة بتبقى كده يعني ما هو يعني كانت النصبة في ايه او الخديعة في ايه فلوس ولا مواقف ولا استات بص في حد ما بيبقاش عند حسن ظنك وفي حد ما بيبقاش عند توقعك وفي حد بيوقع سقف التفق توقعات فوق دماغك ايه يعني هو خزلك يعني انت متوقع منه كتير قوي وده لان انتوا بينكم مثلا بتبقى اه علاقة فيها محبة او فيها فيها تضحيات في وقت من الاوقات وتيجي انت بقى في وقت خلاص انت محتاج له واما ما تلاقيهوش او ما ما يقافش جنبك او دي بقى يعني دي الدين اللي بتخدش وقت الفني خد منك ايه خسرك ايه اه غربني يعني انا اهلي كلهم في ضمياتهم مش هفرض عليهم ان هما كلهم يجوا هنا قوي يعني انا حتى ماما وبابا ما كانوا بيجوا لي فترات يعودوا شهر اتنين التالت بقى تحس ان هما لا عايزين ارجعوا بيتهم واحفادهم واولادهم يعني فما بقدرش فوقت كتير بحس طبعا بغربة وفي نوع من الغربة يعني يعني الغربة عن الاهل تحديدا ما بيعوضهاش اي حد اي حد ده صحيح واحفادك اكيد مجرب يعني وفي حاجة تانية البعيد عن العين بعيد عن القلب حقيقي يعني احيانا في درجات كده من القرابة او من الناس القريبين مع الوقت الموضوع بيحصل فيه برود 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 لغاية ما تلاقيه البوع البوع فدي من الحاجات اللي انا خسرتها فيه موقف كتير بحس ان انا لوحدي فيها ايه تاني اه حريتك حريتي برضو في وقت من الاوقات اه ثم اوقف بس الحمد لله مش كتير لان الحمد لله انا من الناس اللي الناس بتحبها يعني ده صحيح لا صعب حد يقابلك بس علان منه اه فيه وقت من الاوقات ناس بتبقى عندهم طبعات عنك مش صح ده سعاد بيدايق بس في المجمل الحمد لله يعني هو الداني شفت الفنانة نجات مبارح في جيو وورد في السعودية اه حسيت بايه اه انا احساسي مختلف اه لان انا لما بشوف حد في السن ده واقف على رجله طبعا اه بقول الحمد لله انه هو بصحة كويسة وواقف على رجله ويعني وقادر يبقى مع الناس و وكنت حبا شوفها وقفة عندنا برضو في مصر بتتقصر بالسوشيال ميديا اه احيانا لا الصمته اه دي كتير لا دي وراه حاجة وراه كلام عايز اسمعهم لا يعني هي السوشيال ميديا بقت مبنية على كل ما هو سلبي دلوقتي يعني كل ما هو بتغرب منها بتحبش تتابعها قوي يعني بحاول على قد ما قد ردي للناس اللي أنا عايزة دهولهم يعني أنا ما بحبش الناس تخش في حياتي زيادة عن اللزوم مش مشغول بالعدد وعندك كام على الصبحة دي والصبحة دي لو ده هيخسرني نفسي لا مش هبقى مشغول انت بختار نفسك طبعا حريص مركز طبعا انت هتعيش مرة واحدة بس اي فلو انت يعني هتخسر نفسك عشان اي حاجة في الدنيا ده مسلطيف يا حبيبتي ربنا يا ربي ربنا يا بنتعب الصحة يديها الصحة ودايما تفضل وقف على رجليها كده وقادرة تدي نفسك تعمل ايه اه نفسي بقى عندي مشاريع بتاعتي والحمد لله يعني بدأت ااخد خطوات مشاريع تجارية لا مشاريع فنية فنية بتاعتي يعني فيه بطولة منتظرة انا دلوقتي في مرحلة البطولات الجماعية يعني عندي فيلم اسمه عناب ده فيلم كوميدي لطيف جدا انا ومحمود الليسي ونور قدري محمود صاحبك اولي جدا اكتر حد من الوسط قريب اه قريب مني جدا ليه؟ ليه فيه ايه يعني فيكو ايه شبه بعض جايين من بيئات مختلفة من الاقاليم زي بعض اه كفحنا مع بعض وكنا مع بعض في مركز الابداع الفني اه فينا حاجات انسانية شبه بعض اه الدنيا ما غيرتناش يعني ما يعني كتير بيحصل مثلا حد يحاولي واقع بلنا اه يعني ممكن حد يبقى قافل التليفون معك بيكلمك على دوره يروح يكلم من محمود يقول له اسلام قاله لا بس احنا بنفهمين ده نحصني نفسك فعلى طول نلم احنا الدنيا لان احنا اه دنيا ماهر صاحبتي جدا اسام ابراهيم من يعني من الناس المقربين اه الناس اللي وفاق عامر ايتم يعني الناس اللي ما بتشتغل معهم عمل تحس انه هما قريبين مننا لمسوك اه انسانيا بتعمل ايه دلوقتي بتصور ايه؟ بصور مسلسل اعلى نسبة مشاهدة اه مع مين؟ ده شركة ايبروديوسرز واخراج استاذة ياسمين كامل كانت عاملة مسلسل حلوة قوي اسمه حدوتة مورة وعندها مشاريع بتاعاتها ده الرمضان ولا اله؟ ده ان شاء الله رمضان وانا شايف ان هي تبقى لكم دي؟ بصوا مفاجأة لان شركة ايبروديوسرز دايما مش بتحبت تتعلن اللي في توقيت معين بس انا شايف ان هو من المسلسلات اللي هتعمل ضجة في رمضان ان شاء الله لان موضوعه مختلف جدا 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 وهيلمسنا قوي في التوقيت اللي احنا فينا لو قلتلك في نهاية الحلقة اختار شخص واحد في الحياة تكلمه عبر الكاميرا بتاعتك مين وتقوله ايه؟ أه لماما أقوله الله يرحمك يا حبيبتي وحشتيني قوي 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 ويتعليلي في الحلد يعني سِبينيش مجتلكش بقالليه فترة؟ جاتلي مرة مرة واحدة بس تمنت عليها يعني في المرة دي ومحتاجها أه عايزتيقولها ايه؟ أه عايزة أقولوها عايزتي قال هيutors اخد رأيها في حاجة يعني لو يعني أنا بدعي لها طبعا واتمنى أنها تبقى حاسة بي وراضي عني ومش دعلانة مني وحاجة ومكونش أسرت في حاجة وتكسر قرار الحظر بالجواز وتتجوز بص هقولك على حاجة بقى وأنا هقول الموضوع ده بقلب جامد وجريب أرجوك وهو وقته دلوقتي مش كل الناس مؤهلة أنها تتجوز الجواز ده مسؤولية كبيرة جدا ومؤسسة كبيرة جدا أنا شخص ساعات بابعايز شد الفيش هوهرب وده مش ما ينفعش مع فكرة الجواز وفكرة أن يبقى عندك طفل ويبقى فكرة أن حد يبقى عندك مسؤول منك فيه ناس بيبقى عندهم نفس الإحساس بس ما عندهمش صراحة مع نفسهم عندهمش الجرأة دي فيروحوا ياخدوا الخطوة وبعد كده ياخدوا ناس في رجليهم كتير جدا ممكن تبقى ناجح لوحدك ربنا خلقك بني أدم كامل مش نص لو حصل حب وحصل يعني أن أنت لقيت الإنسان المناسب يلا بكرة الصبح لو ما حصلش مش مهم ومش محتاجة حب أكيد محتاجة حب بس لما الموضوع يجي لوحده ما يبقاش مصنوع وحب ألاقي الإنسانة اللي هي كان ممكن تاخد إسلام أخصية تخاطب مش اللي جاي الإسلام الفنان اللي بقى مشهور ودي برضو ملقتاش للأسف لسه هتيجي هتيجي صدق إن شاء الله أنا سعيد جدا بلقاءت أنا مبسوط ومبسوط أني أنا شفتك هو مش حوار أنا كنت حاببة دردش معك أعرفك مع الناس عن قرب بعيدا عن التأليد وعن الفن جواه يعني ناس شوف إسلام إبراهيم بسماء لطيفة وديعة طيبة بتدل على إنك من بيت طيب جد ربنا يخليك يا أستاذ خيري وأنت الأحسن ربنا يخليك وانبسط جدا معاك وحقيقة أنا بحبك ربنا يخليك وأنا بحبك حبيبي والله العزيز حبيبي يا أستاذ خيري مشكركم دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة ومسك الختام ومسك الختام هذا الأسبوع يعني ختمتها بإسلام إبراهيم والأسبوع القادم حلقات جديدة من مع خيري ومصر بخير والأسبوع القادم